السلام عليكم هل الصيام المتقطع أفضل أم الكيتو دايت؟ الكيتو دايت ما بنفع لأي شخص وما بنفع يكون نظام حياة لفترة طويلة الأفضل برأيه هو الصيام المتقطع هو بنفع يكون نظام حياة يعني الصيام المتقطع هو عندنا نوم 8 ساعات بنأخر أول وجبة لمدة 8 ساعات وبنأكل خلال 8 ساعات هذول وجبتين يكونوا صحية يكونوا وجبتين صحية وبنفضل أول شي نتناول كوب من الماء وبعد هيك ناخد صحن سلطة وهيك ما بيكون عنا وسع أن نخبس أو نخربط في الأكل مهم كتير في الفترة هذه ناخد كمية الغذاء المطلوبة ليس كمية الأكل المطلوبة كمية الغذاء المطلوبة الجسم محتاج لبرتنات ومحتاج لدهون صحية ضروري جدا ناخد كمية البرتين بيحتاجها جسم الإنسان باليوم لكل كيلو جرام من وزن الإنسان بيحتاج 1 جرام بروتين يعني البرتين ناخدها من الدجاج من اللحم من التونة من المكسرات لكل 100 جرام على سبيل المثال من صدر الدجاج فيه 30 جرام بروتين أو 28 جرام بروتين وليس كل 100 جرام دجاج فيه 100 جرام بروتين هذه نقطة مهمة يعني كل 100 جرام من صدر الدجاج فيه 30 جرام بروتين وأي شيء بخصوص معلومات البروتين ابحثوا على النت بتلاقيوا كل المعلومات كامل والامتناع لفترة طويلة عن الطعام بخلي الجسم يحرق أكتر من الدهون أثناء الصيام مسموح نشرب الماء والقهوة والشاي والزهرات بدون تحلية ودائما ننصح بالاعتدال بكل شيء لا للحرمان الحرمان بخلي الواحد يأكل أكتر ويأكل سعرات حرارية أكتر دائما لو نفسنا في قطعة من الحلو ناكل قطعة صغيرة شوكولاتة ناخد قطعة صغيرة بدون أي نوع من الحرمان بحدود السعرات الحرارية المسموحة لنا يجب تنظيف الأكل يعني كيف شو هو تنظيف الأكل ننظف أكلنا يعني بدل دهون الضارة ناخد دهون صحية مثل مكسرات الأفوكادو وزيت الزيتون وإلى آخر الكاربوهضرات ناخد الكاربوهضرات لنظيفة مثل الشعير الحبوب الكاملة بشكل عام الشعير القمح الشفان الخضروات وإذا نحن حابين نتحلى ناخد تحلى ناخد حبة أو حبتين فوكه مليوم لأن الجسم محتاج لفيتامينات ومحتاج لألياف ومحتاج لمعادن مهم كتير نبعد عن السكر الأبيض ونبعد عن الدقيق الأبيض هذا كتير هو ضار بالخاصة الخميرة كمان تعمل نفخة وهذا رأيي الشخصي أنا دايما بفضل نظام حياة ما بفضل الرجيم القاسي ما بفضل الحرمان فضل بدنا استمرارية الرجيم القاسي بنرجع وزننا أكتر من أول برجع الوزن ودايما دايما ناكل بحدود السعرات الحرارية المحتاجها الجسم في ناس بتسأل طب أنا كيف أدعرف أنه جسمي أنا محتاج 2000 سعر أو 3000 سعر هذه يعني الشغلات شوية معقدة ولكن أنا بستخدم طريقة كتير سهلة أنا بجرب بأكل على سبيل المثال 100 جرام لحمة بأكل تونة بأكل كذا بأكل في اليوم يعني بقدر أكل حدود 2500 سعر وبضلني على هذا الحدود لو شفت وزني سابت وما بنزل بخفض قليل بخفض لو شفت وزني بنزل كتير مرة واحدة بزود قليل يعني مع التعود الإنسان بعرف شو هو جسمه بحرق تختلف من إنسان لإنسان في ناس قاعدة بالبيت في ناس بتشتغل في ناس بتشتغل أشغال شقة في ناس بتشتغل في مكاتب هذا يختلف حرق السعرات الحرارية يعني بنأكل إحنا الوجبتين بنأكل أكلنا الطبيعي يكون أكل نظيف يكون أكل ما فيه سكر ما فيه دقيق يكون أكل نظيف يكون خضرات فواكه بروتنار دهون صحية والراقب وضعنا كيف شكلنا بكون مهم مهم جدا مهم جدا الراحة والنوم النوم للإنسان مهم شرب الماء مهم مهم جدا الرياضة حتى نحافظ على عضلاتنا لأنه الإنسان بعد سن الثلاثين بثقب عضلات ونحن لازم نحافظ على عضلاتنا أي استفسار أي شيء اكتبوا لي تحب بالتعليقات وأنا حرد عليكم بإذن الله في آمان الله اشتركوا في القناة